دلائل النبوة كان المأمون مجلس مناظرات فدخل في جملة الناس رجل يهودي حسن الثوب حسن الوجه طيب الريح فتكلم فأحسن العبارة فلما انفض المجلس دعوه المأمون فقال له إسرائيل أنت؟ قال نعم فقال له أسلم حتى أفعل بك وأصنع لك ووعده المأمون خيرا إن أسلم فقال اليهودي بل ديني ودين آبائي ثم انصرف فلما كان بعد السنة جاء اليهودي مسلما وتكلم في الفقه والحديث فأحسن الكلام فلما انفض المجلس دعوه المأمون وقال له ألست صاحبنا بالأمس؟ قال بلى قال فما سبب إسلامك؟ قال اليهودي انصرفت من مجلسك في ذاك اليوم فأحبمت أن أمتحن هذه الأديان وأنا أحسن الخط فعملت إلى الإنجيل فكتبت ثلاثا سخة فست فيها وأنقصت منها وأدخلتها الكنيسة فاشتريت مني ولم يكلفوا أنفسهم من يقرؤوها أو يراجعوها ثم عمدت إلى التوراة فكتبت ثلاثا سخة فست فيها وأنقصت منها وأدخلتها البيعة فاشتريت مني ولم يقرؤوها ولم يراجعوها ثم عمدت إلى القرآن فكتبت ثلاثا سخة وأدخلتها الوراقين فقالوا لا نقبلها حتى نقرؤها ونراجعها فاكتشفوا أخطاءها واكتشفوا الزيادة والنقصان فأحرقوها وكادوا يقتلونني فعلمت أن هذا كتاب محفوظ من الله فكان هذا سبب إسلامي ترجمة نانسي قنقر